السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي بدون أي مقدمات يلا نبلش أكلتنا لليوم متل ما نكون شايفين هي الحلزون طبعا يمكن في ناس تستغرب طعمة الحلزون بسدقوني كثير طيب أول شي حنبلش بتحضير الحلزون بسرعة مشان ما نطور الفيديو طبعا الحلزون اللي بينطبخ على البوخار وكرمال هيك جبت هاد الاختراع من المحل الأسوية اللي بتبخلكم كل شي بتكون ياه على البوخار أول شي حنفتح حلبة الحلزون هادول الحلزونات متبالين وجاهزين متل ما نكون شايفين بس عليكم تطهوهم 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 بعدين منجيب هاد الاختراع اللي بساوي لكم كل شي على البوخار طبعا هو متل ما نكون شايفين طبقتين وليس طبقة واحدة حنصف على الطبقة الأولى كم قطعة أتوقع هن 18 فحناخد منهم 9 خلو الحلزون تكون عم تطلع لفوق مشا ما يروحوا السوس تبعا هيك منكون خلصنا الطبقة الأولى منحط هاي ومنبلش بالطبقة الثانية بالطبقة الثانية منحط باقي الحلزونات هاي حطينا الطبقة الثانية متل ما نكون شايفين هلا حنسكر عليها وحنعملهم على البوخار حصرا عندي هاي الطنجرة اللي شايفينا هون نحط بقلبة مي صخنة او منصخنة بعدين مو مشكلة ومنحطها بهي الطريقة متل ما نكون شايفين من فوق ومنحطها على الغاز والبوخار هو المفروض يخلي حلزونات تستوي هاخدهم يغلوا وارجع لكم ولبين ما يصيروا حلزونات خرينا نجهز النودلز أنا عندي هون في طنجرة على الكهربة متل ما نكون شايفين تشتغل من هون وعندي هاد النودلز على اريدس بصراحة هاد النودلز المفضل عندي هحط من هون تنتين هاد هو شكل النودلز متل ما نكون شايفين وبيجي معه كمان كيس البهارات تبعه هحط الكيس التاني بيطلع عنا بهاد الشكل متل ما نكون شايفين هضيف عليهم المي وبعدين رح خط عليها ووصلها بالكهرباء وبتصير جاهزة بعد عشر دقائق فخط وصلت على الكهرباء هلا بحطها على الان متل ما نكون شايفين هون مكتوب عدنا اوف فمنحطها على الان وبنستنى عشر دقائق وبس جايتني هدية مو انا اللي اشتريتها حنتركها على جنب وراح روح جيب الحلزونات واجي لابينما ارجع لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة وكتبوا تعليق اذا بتكون سنعود بعد قليل متل ما نكون شايفين الليك الطنجرة معنا عم تغلي والبخار عم يطلع منا بشكل مطبيعي الله تفرجوا على هالمنظر بيفتح الشهية بشكل يلا مضل الى خمس دقائق بتكون جاهزة معنا الله خلينا نحط البهارات تبعا النودلز ومنحط الكيس الثاني منحركن شوي وهيك بصيروا عنا جاهزين للاكل هذا هو الشكل النهائي متل ما نكون شايفين رح شيل منا فيش الكهرباء ونتركها على جنب ونجيب الحلزون وهي الحلزون صار عنا جاهز فيه كم موح تنزل منهم السوس تبعهم بس تسفيهم شوية سوس الله ليكوا الطبقة التانية رح حطوا الطبقتين مع بعض بما انو استووا وهيك اكلتنا بكون صارت جاهزة في معي كمان طبق خضار هون على الجنب والليمون أهم الشي مشان الحلزون طبق عبارة عن فليفلة خيار جرجير وليمون بالنسبة للحلزون بتحتاجوا أكيد نكاشة سنان في شوك خاصة بالحلزون بس أنا ما عندي إياها بتحطوا بقلبة ليمون وبعدين بتشيلوها بهي الطريقة المية تبعها بتجنان ومتل ما كن شايفين هاي هي النتيجة النهائية بسم الله الطعم طعمة بحر خلينا ندوء النودلز هاي النودلز فضيع الطعمة تبعها عن جد رهيبة من بعد هات العشا ما في عشا لكوا هي بقلبة لسا الصصص تبعها اللا حرقوني شوي لحتين دمجوا كلياتهم مع بعض شوف 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 الصورة وخذ الكورة الله هاي الاكريب عالم اخر ما بعرف لش بالدول العربية قليلا حتى ياكلوا حلزون مع ان الطعمة عن جد طيبة او يمكن حزب شلون بيعملوها لما كنت بمصر شفتهم بيأكلوا حلزون حتى في موسم بيأكلوا فيه ممكن حلزون ني ازا ماني غلطان عن اغلب كان اسمه شمي النيسين بس ما شفت اماكن اخرى بالدول العربية بيأكلوا فيها حلزون غير المغرب اتوقع ازا تذكرتوا اي دولة اخرى بتاكل حلزون كتبولي بالتعليقات عربية حسرا هاي النوروز يا اخي والله فضيعة والله فضيعة بدي اشرب معهم شيء انا عادة بشرب من هذا المشروب اللي شافينه هون هذا شاي اخضر على اغلب شاي اخضر بالعسل صراحة كتير طيب الكاسة ولا العلاقة بالنظافة الله يجوزنا ويجوزكن قولوا امين امين شكرا 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 شكرا